اشتركوا في القناة اسلحة لحزب الله داخل المطار امنيا مسلسل اختيالات مستمر واخرها العمليات حدثت امس بمخيم عين الحلوي لاحد القاضي الفلسطينيين جنوبا القصف الاسرائيلي عم بيطال عناصر من الدفاع المدني اثناء اطفاء لاحد الحرائق وسط دمار كبير لبعض القرى الجنوبية بوقت عم بيأكد نتانياهو ان الحرب على حماس اصبحت بنهيتها والجبهة المقبلة رح تكون جبهة لبتان ومن جهته عم يعرب رئيس مجلس النواب نبيه بره عن قلقه توجه الاوضاع الامنية معتبرا انه الشهر القادم رح يكون مصيري بحلقتنا اليوم من براس ريفيو وبالاضافة لجولة على اخر العنوين يلي اتصدرت الصحف المحلية العربية والعالمية اليوم الثلاثة خمسة وعشرين حزيران الفين واربع وعشرين رح ينضم لنا الخبير العسكري العميد ناجي مليعب بالاضافة لفقاراتنا المعتادة بداية حلقتنا بفقارة اليوم في التاريخ بمثلها النهار من عام الف وتسعمية وخمسة وستين الرئيس جمال عبد الناصر يفوز بولاية تانية لرئاسة مصر من اليوم في التاريخ نبدأ جولتنا على الصحف ودائما مع صحيفة النهار وابرز عانوين الصفحة الأولى لليوم أوروبا تلتحق بأمريكا لتجنيب لبنان الحرب لبنان الرسمي يسارع إلى احتواء الأزمة مع قبرص والرد في ملف المطار التهديدات الإسرائيلية تتوالى والغرض تتعمق حتى جنتا في البقاع الشمالي مرحلة في غزة تتيح لإسرائيل تعزيز جبهة الشمال إرجاء محادثات الصين يعكس خلافات عميقة لا توافق بين فتح وحماس رغم الحرب نبقى مع النهار ومن امتقل صفحات الدخلية لنتبع مع أسرار الآلهة يؤكد ناشط في متابعة ملف النزوح السوري إلى لبنان أنه تمت تدرجا في القرارات التي تعني النازحين السوريين وأن أيلول ربما يكون موعدا للإبقاء على العاملين في لبنان دون عائلاتهم التي عليها أن تسوي أوضاعها القانونية ضمن شروط صارمة أو العودة إلى بلادهم أحد نواب الجمهورية القوية وصل متأخرا عن موعد بدء احتفال كبير نحو عشرين دقيقة ولما لم يجد له مكانا محجوزا في الصف الأمامي هم بمغادرة المكان قبل أن يتمنى عليه المنظمون الانتظار قليلا لتوفير كرسي له سارعت وزارة التربية إلى دفع بدلات المراقبة للأساتذة عن العام الماضي قبل موعد الامتحانات الرسمية لهذه السنة بعدما كانت منظمات الأمم المتحدة أخرت السداد في ظل شكوك حول سمسارات وصارقات جرت داخل دوائر الوزارة بعد قرار وزير الدفاع بالتمديد لضابطين في المجلس العسكري دون التشاور في الأمر مع قائد الجيش بدل الأخير إلى إجراء تشكيلات سحب بمجابها عناصر الحماية عن الضابطين المذكورين وتركهما من دون مرافقة في إجراء يتجاوز كل القوانين المعمول بها أبدى وزير ماروني استياءه من كلام البطريارك بشارة بطرس الراعي عن الكلية الحربية ودخوله في الخلاف القائم حوله معتبرا أن على البطريارك أن يشدد على الثوابت والمبادئ من دون التحول طرفا كان لفتا كلاب النائب محمد رعد عن بعض النازقين من اللبنانيين الذين يريدون أن يرتاحوا وأن يذهبوا إلى الملاهي وإلى شواطئ البحر ووصفهم بالنفعية والأنانية التي تدمر مصالح الأوطان والمجتمعات نكتفي بهذا القدر من أسرار الآلهة ومنتبع جولتنا من النهار إلى صحيفة اللواء لبنان يربح معركة المطار وبر يكشف مدارة مع هوكستين مصير الحرب على غزة بين تخبط نتانياهو وإعادة شحن الأسلحة جالانتوا بلينكين خطة لحكم القطاع بعد الحرب واليونسيف مئة طفل يقتلون كل يوم منتابع ونبقى مع اللواء لنتابع فقرة هامس بأصفحات الداخلية وصف ديبلوماسي مطلع رفض مرجع كبير لقاء ديبلوماسية أوروبية بأنه يشكل اعتراضا على أدائها ضد حرب غزة ولبنان بدأ حوار صامت بين حزب يمني وتيار مرشح رئاسي بخصومة مع الحزب على خلفية موقف مصفة بالإيجابية للمرشح بدأت مافيا المياه وضع اليد على مياه بيروت وجبل لبنان لاستخدامها عبر السترنات للمحظوظين أو بيعها في السوق السوداء من تابع الجولة إلى الديار لبنان يربح جولة في الحرب النفسية والمواجهة الشاملة غير حتمية تعويل أمريكي على أعلان إسرائيل النصر في غزة لوقف النار جنوبا القوى الأمنية تلاحق مروجي الشائعة الاحتلال يتراجع في تل السلطان المقاومة تتصدى في رفح وتستهدف المستوطنات من الديار من تابع لنكون مع الأخبار طبول الحرب لا تقرع في واشنطن تابع الجولة من الأخبار إلى الشرق الاستعمار البريطاني يريد العودة من خلال مطار بيروت برعي لبنان أمام شهر مصري والوضع ليس مطمئنا جولة ميدانية ديبلوماسية وأعلامية في المطار تكذب تقرير التليغراف من الشرق لحنتابع مع صحيفة لوريون لجور وأبرز العنويني اللي وردت لليوم القواعد العسكرية في قبرص تثير قلق حزب الله الفرنسيون في لبنان أمام 12 مرشحا ومصير غير مؤكد نتنياهو يؤكد اقتراب نهاية المرحلة المكثفة من الحرب مشاهدينا رح نكون مع فاصل أعلاني ومنتابع من بعده جولتنا على الصحف مشاهدينا من تباح حلقتنا من بريس ريفيو وهلأ رح ينضم لألنا الخبير العسكري العميد المتقاعد ناجي ملاعب أهلا وسهلا فيك معنا بريس ريفيو يعني لابد من التوجه إلى الجنوب وما يحصل بذول كل هذا التصعيد اللي عم نشوفه من كذا مصدر في تصعيد كلامي وحتى التصعيد على الجبهة بشمال لبنان ومن المتوقع أنه نحن نكون ناكست خبرنا شوي برأيك كيف رح يكون السيناريو بالأيام المقبلة يعني في الأيام المقبلة يجب أن نبدأ من العقيدة الكتالية الإسرائيلية أنه دائما التصعيد يقابل بتصعيد أقوى وأفعل هذه العقلية نجحت بالماضي بالتعامل مع الفلسطينيين أو حتى بال2006 ممكن ولكن اليوم ما يمتلكه حزب الله من قدرات وكذلك الانتشار الأمريكي في المنطقة أمام محور خلقته إيران محور أثبت أنه فعلا محور كبير ووحدة الساحات بردت جالية بالتالي هناك تعامل مع أولا إسرائيل يمتعى هذا الجيش الذي يقهر ثانيا قدرات حزب الله خوية ثالثا هناك خلاف بين الرؤية الأمريكية للمنطقة وما تفعله إسرائيل دائما بس يجيب لينكين على المنطقة بيبلش من المملكة العربية السعودي وصولا على الأردن على لبنان على مصر يعني تعنيه المنطقة كلها ولا يعنيه فقط إسرائيل يعني هذا الخلاف بالرؤية اليوم أمام هذا الوضع لا يمكن تعريض حتى الوجود الأمريكي في دول الخليج وفي المنطقة لقصف يعني إذا ما كانت إسرائيل تريد أن تفعل فعلته في لبنان هي تستطيع لديها الف 35 ولديها تفوق جوي بالطيران ولكن اليوم التالي لن يقتصد فقط على الرد على داخل إسرائيل كما سمعنا من سيد حسن نصر الله بتهديده لقبرص إذا ما استخدمت يعني ممكن أن يطال القواعد الأمريكية في المنطقة إذا دخل أمريكا بها يستمر أكثر من توسيع العمليات بشكل كما قال رئيس الأركان الإسرائيلي هليبي بأن ضرب أماكن حزب الله بعمقه يعني كما يفعل في سوريا أو كما شاهدنا بالأمس غارة على جنتة يحفوفها هذه المنطقة يعني فيها ممكن أن يكون هناك مضادات جوية إسرائيل تتعامل مع عنط هذه المنطقة هذه هي عقيدة الجيش أكثر من والقرار اليوم هو قرار أمريكي أكبر منه قرار إسرائيل اليوم أنا نحكي كمانا عن البلبلية اللي حدثت حول المطار يعني شفنا المقالة اللي ورد بالتليغراف شفنا بلبلة شفنا شولة إعلمية أيضا بالمطار لتطمين يعني برأيك إذا بدنا نقريها أبعد من مقال نشر هل هيدا يعتبر تهديد لمطار بيروت أو حرب نفسية تقام هو تهديد لمطار بيروت أكثر منه حرب نفسية لأنه عندما يقصد حزب الله الأمين عام حزب الله يقصد قبرص يعني يقصد والجواب من قبرص كان عبر الرئيس الجمهورية أنه لن نسمح أن تكون أرضنا بتصرف أي دولة ضد دولة أخرى بالتالي هذا الكلام يعني قبرص يعني القاعدتين البريطينياتين في قبرص هناك قاعدة جوية وهناك قاعدة استخبار عندما نالت قبرص استقلالها عام 1959 شارطة بشرط كان بريطاني أن يبقى أربعة بالمئة من أراضي قبرص تحت التاجر الملكي يعني هذا غير تابع لقبرص هذا الكلام أن يأتي عبر صحيفة بمستوى التليغراف يعني هذا كلام استخباري أكثر منه كلام ممكن ليس رسميا بريطانيا ولكن هناك فيه كلام استخباري من وراء رجالي أنه إذا ما تهدفت أي من القاعدتين مطار بيروت هو مكان عسكري يستخدم عسكريا يعني على أمل أن تبقى هذه رسائل وما يتم هذا الأمر العميد المتقاعد ناجي ملاعب شكرا لك على هذه المدخلة جولتنا مستمرة على الصحف العالمية لما غاب موضوع غزة عن أبرز عنوين وعنوين تانية من شوفها سوا نبدأ الجولة مع صحيفة الشرق الأوسط مرحلة جديدة بغزة تنذر بتسخين جبهة لبنان غالون تأكد لهوكستين جهازيات تل أبيب سياسيا وعسكريا ومستويات الجوع في القطاع كارثية السعودية 1200 مرصد لقياس تركيز مصادر الطاقة المتجددة اليمين المتطرف الفرنسي يستعد لاحتمال فوزه بأعرض برنامجه عقبات أوروبية على ست قيادات سودانية شملت الأمين العام للحركة الإسلامية من الشرق الأوسط سنتبع جولتنا على الاتحاد محمد بن راشد تصميم بنية تحتية مستدامة عبدالله بن زايد يثمن جهود الأردن في دعم الشعب الفلسطيني من الاتحاد من تابع الجولة لنكون مع الأنباء ولي العهد استقبل المواطنين في أجواء تفيد بالمواد والمحبة وتجسد روح الأسرة الواحدة بالمجتمع الكويتي نانو أربعين مشروعا بقانون للمراجعة من الأنباء رح نكون مع الوطن قطر وهولندا تعززان العلاقات صاحب السمو نطلع إلى نتائج تسهم في توطيد التعاون الاستراتيجي موقف ثابت من القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للفلسطينيين وطبعا سموه يستعرض العلاقات مع رئيس مجلسي الشيوخ والنواب من الوطن رح نكون مع الأهرام تنصيق مصري أممي لتضفق المساعدات إلى غزة القاهرة موقفنا ثابت بعدم تشغيل معبر رفع في وجود الاحتلال الحرب تقترب من لبنان من الصحف العربية رح نكون مع الصحف العالمية نبدأ جولتنا مع صحيفة لوموند وأبرز عنوينا في أحدى مستشفيات غزة عودت أسرى حماس إلى الحياة في جمهورية إفريقيا الوسطى رواندا تشن الحرب وتجري صفاقات تجارية من الموند من تابع لنكون مع لوفي غارو ماكرو يتهم الجبهة الوطنية والجبهة الشعبية بقيادة الحرب الأهلية جابريال أتال البلاد في موقف حرج من تابع لنكون مع The Guardian القضاء على المسلحين الذين هاجموا مبنى ديني في منطقة داكستان بروسيا تقرير الأمم المتحدة يؤكد أن واحدة من كل خمس أسر في غزة تمر بأيام كاملة بدون طعم من تابع الجولة لنكون مع The Washington Post مخاوف من حرب شاملة في الشرق الأوسط تصاعد التوتر بين إسرائيل ولبنان وغالنت في واشنطن العاصمة وسط تهديدات من حزب الله من تابع أخيرا مع The New York Times الإسرائيليون يظهرون قليلا من التعاطف مع محنة غزة متى تذب الشباب على الرغم من معرفتها بالمخاطر مع العنوين مشاهدنا من كونوصلنا لنهاية حلقتنا عنوين جديدة وأخبار جديدة بحلقة بكرة ترجمة نانسي قنقر